بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا صغاري؟ أرحب بكم في مدرستكم مدرسة الهدي المحمدي في برنامج التعلم عن بعد أتمنى أن تكونوا دائما بخير وألقاكم على خير بإذن الله أما الآن فألقاكم في حصة العلوم في حالات المادة وتحولاتها للصف الثاني ومعلماتكم مرام أبو سقري لنتعرف إلى النتجات الخاصة بالدرس يوضح تحولات المادة يميز بين الانصهار والتجمد ويميز الفرق أيضا بين التبخري والتكاذف الآن يا صغاري إذن درسنا بعنوان حالات المادة وتحولاتها لنراجع معا ما هي حالات المادة الثلاثة التي أخذناها في الدرس السابق أحسنتم يا أبطال صلبة سائلة وغازية أحسنتم والآن لنأخذ معا ما هي التحولات التي تطرأ على المادة نبدأ بهذا السؤال ماذا يحدث للمثلجات ورجل الثلج عند تعرضهم لحرارة الشمس فكر جيدا نعم أحسنتم إنها تنصهر إذن الانصهار هو عملية تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عن طريق التسخين إذن بالانصهار تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة بالتسخين ومن الأمثلة عليها انصهار الشمع بالحرارة وانصهار الزبدة أيضا عند تعرضها للحرارة وانصهار الحديد عند تعرضه لحرارة شديدة والآن يا صغاري دعونا نفرق بين مصطلحين وهما الانصهار والذوبان الانصهار كما قلنا هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين والذوبان هو عبارة عن إدابة مادة مثل الملح أو السكر في السائل مثل الماء وذوبانها من خلال التحريك والآن يا صغاري فكروا مني ماذا يحدث للماء عند وضعه في المجمد؟ أحسنتم إنه يتجمد إذن التجمد ما هي عملية التجمد؟ نعم هي تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة وذلك بالتبريد إذن نلاحظ يا صغاري بأن عملية الانصهار هي عكس عملية التجمد ففي الانصهار قلنا أن المادة تتحول من الحالة الصلبة إلى السائلة وذلك بتسخينها أما في حالة التجمد أو في عملية التجمد تتحول من الحالة السائلة إلى الصلبة وذلك بالتبريد والآن فكر معي جيدا يا صغيري لماذا تجف مياه الأمطار بعد سقوطها على الشارع بعدة ساعات؟ نعم إن ذلك يعود إلى التبخر إذن ما هو التبخر؟ أحسنتم التبخر هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية نعم وكيف يحدث ذلك؟ نعم أحسنتم بالتسخين رائعون يا أبطال والآن أتوقع ماذا يحدث لماء وضعته صيفا في صينية وتركتها في حديقة المنزل أسبوعا أحسنتم سوف يتبخر الماء ويجف ولا يبقى منه شيء والآن انظر إلى هذه التجربة قمنا بتسخين الماء حتى خرج منه البخار ولامسنا البخار بسطح بارد ماذا سيحدث للبخار؟ نعم أحسنتم سيتحول إلى قطرات ماء كما نلاحظ في هذه الصورة وماذا نسمي هذه العملية؟ أحسنتم إنها التكاثف فالتكاثفه عملية تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة وذلك بالتبريد إذن يا صغاري التبخر هو عكس التكاثف ففي التبخر يتحول السائل من يتتحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية أما بالتكاثف تتحول من الحالة الغازية إلى السائلة مرة أخرى وذلك بالتبريد إذن أخذنا اليوم أو تعلمنا أربع تحولات للمادة وهي الإنصهار والتجمد والتبخر والتكاثف والآن لماذا لا أستطيع مشاهدة وجهي في مرآة الحمام بعد الاستحمام بماء ساخن؟ فكر جيدا يا صغيري نعم أحسنتم بسببي تكاثف بخار الماء عليها نعم يا أبطال أحسنتم والآن ما المطلوب منكم؟ مطلوب حل كتاب الطالب صفحة 59 وكتاب التمارين صفحة 22 وكتاب التمارين أيضا صفحة 23 وفي نهاية الدرس يا أبطال سنقوم معا بهذه اللعبة الصغيرة من يريد أن يشاركني في هذه اللعبة؟ هيا بنا يا أبطال سنبدأ بالسؤال الأول تتحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية اختر الجواب الصحيح بالتسخين أم بالتبريد؟ أحسنتم بالتسخين يا رائعون والآن نأخذ سؤالا آخر تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية ماذا نسميه؟ من السائلة إلى الغازية ماذا نسميه؟ أحسنتم إنه تبخر رائعون يا أبطال وآخر سؤال معنى الانصهار ما معنى الانصهار؟ نعم إنه تحول المادة من الصلبة إلى السائلة أحسنتم يا صغاري رائعون جميع إجابتكم صحيحة أشكر لكم حسن المتابعة وتفاعلكم في هذا السؤال وألقاكم في حصة قادمة